اهلاً مع حضراتكم مرة تانية بعد فاصل وطبعاً زي ما انتوا عارفين احنا معنا النجم المهندس محمود عبد الحي او النجم النادي الاهلي ومتخب مصر محمود عبد الحي احيانا وانت بتلعب كنت بتسيب الدنيا كده في الصيف وتقوم طالع برة تسافر برة ساعة تشتغل ساعة تطلع تفسح وضارب الدنيا كده مليون اه ما بتسألش يعني وبعد اني يكلموك وقولك انت فين تعال دعا دعا الدورة هيبدأ وفيه التورين هيبدأ وكلام ده كنت بتروح فين الحقيقة انا ما فيش مرة روحت اتفسحت ابدا هي كل مرة كنت بطلع اشتغل اشتغل اه او لما سفرت انجلترا كنت رايح اتعالج لا بالشغل ايه ما انا هقولك انا في هندسة اه اه كلية الهندسة اللي انا كنت فيها اللي هي جامعة حلوان دلوقتي نعم كانت ايامنا اسمها المعهد العالي للتكنولوجيا بحلوان بزبور وكان المعهد ده هدية من المانيا بالسطاف بتاعه كله المان وكان يعني زي منح كده اسمه اه كان اسمه مسمع في اوروبا كلها يعني مجرد انك معكش هذا من كان اسمه بالالماني جيبتش دويتش انجينيرنج هوخ شولة يعني المعهد العالي للتكنولوجيا بحلوان كنت بروح اتمرن لانه التمرين دوت في المصانع في اوروبا اتمرن اه في المصانع يعني مثلا في مصانع كبيرة يعني اول سنة روحت مصنع ساب سكانيا ده بيعمل لغاية الصواريخ بينتج الصواريخ انا بيعودين سارخين لا يعني بيعمل كل حاجة كمان معها الميسايل اللي هي الصواريخ بيعمل عربيات السكانية كل الحاجات دي يعني اصباب ناسا مبتولك ايه محمود عبد الحية سافر مثلا انجلترا وسافر هنا او هنا يشتغل في بعض ناس خبتتلعت شغل في مطاعم تغسل البره لا 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 انا كنت بشتغل في المصانع دي وكنت باخد عليها درجات لانه ده العمل بتاعك ب Lena اه العمل بتاعنا وكان اسمه يعني انا مثلا نما رحت اول مرة مجرد موريتهم الشهادة ان انا منقول من سنة اولة لسنة تانية في المعهد دو على طول وظفوني يعني على طول وبعدين جات لي فرصة ان انا يعني اكمل باكاريوس لان انا سفرت وانا في سنة اولى بعد ادادي وانا في سنة تالتة طالع رابعة طالع باكاريوس يعني فعرض علي مدير المصنع ان انا اععد في السويد اععد في السويد وكمل في الجامعة السويدية هيعملولي معادلة للشهادة بتاعتي لانها شهادة معترف بيها في اوروبا كلها فما كانش ممكن ان انا افوت وبعدين كان في يعني نقطتين مهمين جدا النقطة الاولانية ان انا يمكن كنت انت عارف عارف عني كل حاجة انا كنت لعب من غير تمرين اللي هي فترة الاعداد ممكن تلعب بالوقت يا بي جاسفك ده ممكن تلعب بالوقت كنت لعب من غير فترة اعداد وفي نفس الوقت يعني ما كانش اقدر افوت فرص زي دي هل ما فكرتش مجدش عليك وقت لا وقت فكرت ان انا احترف هناك روحت نادي روحت نادي صعبة يعني فظيعة جدا هل ما مادرش في زي هناك انك ممكن تشتغل هناك وتلعب كورة وبتاع والكلام ده كله وتستمر هناك والله طلبوا مني اننا هم طلبوا المصنع طلب مني اننا انقل هناك اخذ الشهادة العليا من هناك البكريوس واعمل معادلة يعني لشهادتي واشتغل في نفس المصنع كمهندس وقال لي هتاخد فلوس قد اللي بتاخدها عشر مرات من الكورة لا قد اللي بتاخدها في العمل اللي انا بعمله لان فرق بين المهندس وبين عامل بيشتغل الحقيقة ده كان خلاف بيني وبين كابتن هيديكوتي مستر هيديكوتي فجأت في سنة ثالثة بطل غراف جايلي من زيزو قال لي جالنا مدرب كلام ده سنة سنة ثلاثة وسبعين جالنا مدرب وقت على اتصال لحد هذه اللحظة بزيزو وشوقي والناس حبك دول ايوة يعني اي حد من حبايبي لا طبعا لعبت معاه انا فرحت جدا ان انا شفت شريف مدكور شفت مشير عثمان في العزة بتاع كابتن هاني الله رحمه شفت شلة كتير قوي ليه ما بنجمعش انا مش عارف يعني بني جمعنا على خير يا رب ان شاء الله فزيزو بعتلي تلغراف وقال لي فيه مدرب جديد جيه وعاز يشوف راس الحربة بتاع الفريق فلما جيت خدني الواحد كده انا جاي بعد فترة الاداد فعملي تمرين منفرد صبح كل يوم ساعة عشرة وبعدين دخل معايا في حوار يعني ترجمته كانت سهلة يعني قال لي انت مهتم بالهندسة اكتر من اللازم هو اللي قال لي كده ويعني دار الحوار بيننا لغاية ما كنا هنتخانق في النقاش يعني لأ هو كان تحدي بيني وبيني ايو 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 قال لي بص آآ الكورة على فكرة الكلامه طلع صح قال لي الكورة افياد لك من الهندسة على طول كده على طول اه يعني انسى الهندسة اه قال لي انت لعيب كويس والميزة اللي فيك برضو انك بتلعب من غير تمرين ووزنك سابت لانه كان حتطلنا في قط اللبس مزان مزان كل واحد اه واللي يطلع وزنه زيادة بيدفع بيتخصم اه بيتخصم منه مش عارف كام اه اه انا كنت بازع البقى على مهنتي وخلاص هتخرج خلاص وهشتغل مهندس يعني انت كنت مشاوشة بين ايوه ما بين الكورة والهندسة اه يعني دي بس انا على فكرة في الهندسة انا عملت اسم زي كورة يعني اه رجعت وطبعا كان مبسوط جدا مني و ما فكرتش بقى في الهندسة بقى بفترة دي لأ ما خلاص انا كنت طالع ربعة بكريوس اه بقيت اي وفق ما بين وبعدين في اهلوية يعني كان في معيدين اهلوية اه كانوا بيساعدوني وكانوا بيجوه للنادي اه نعمل المشروع بتاع التخرج اه الحقيقة يعني اه انما ما خدتش في الوقت الفترة زي اللي يجي تفتكر الدكتور محمد نور الدين اه طبعا محمد مصطفى نور الدين اه ابن اخو ابن اخو كان مهند ابن اخو كان معيد عليا اه وكان بيجي للنادي ليه شوية اه كنا بنعمل المشروع في النادي اه البروجيك بتاعي فا يعني الحقيقة مشيت زي ما ربنا رأيت لها طبعا بس انت في الفترة دي كنت مش اوشهر مش عارف تاخد قرارك هل اكمل في الكورة ولا اكمل في اكل عيش اللي هو بعد كده حياتي والله كنت بيننا رين يا مصطفى اه انا كنت بيننا رين لاني اه انا من صغري وانا بحب افك في كل حاجة واصلح واعمل وبتاع كده فك الكورة اه فكانت الهواية بتاعتي برضو يعني الميكانيكا اه طبعا زيها زيك كورة هذا حياتك اه بس طبعا لو الكلام ده الايام دي لا كنت هسيب الهندسة طبعا سيب الهندسة والطب والطب كمان اه انت لقبت حوالي خمس سنين في النادي الاهلي او ست سنين اه ست سنين من سبعين لستة وسبعين اه ايه البطول انت بتعتزي بيها في اه وعندك في الزاكرة على طول كل ما تفتكيرها هو اول دوري خدناه اول دوري اه مع هيدو كوتي مع هيدو كوتي اه اول دوري خدناه وبعدين اه يعني طبعا ال اتيحت لي الفرصة ان انا اشترك تاني في دوري تاني واتالت بس الفرحة للدوري الاولاني لا تضحيح الفرحة لان اه لان كان بالزبط كده اه كان اخر دوري اتاخد كان اسماعيلي معتاقدي اسماعيلي اه وبعدين كرة وقفت بسبب حرب سبع وستين كرة وقفت حرب سبع وستين وخلاص بالزبط كده واول دوري اتاخد بعد سبع وستين كان المحلة بالزبط تلاتة وسبعين ايوة تلاتة وسبعين انا خدناها اربعة وسبعين طيب رحلتك مع المنتخب ايوه لا رحلة قصيرة جدا كم سنة انا لقبت المنتخب تصفيات كاس العالم تونس اعتقد ماتشي تاني وبعدين معسكر حضرت المعسكر كامل بتاع افريقيا كاس افريقيا يعني سنة كام سنة 75 75 المعسكر كان سنة 75 دي السنة اللي انا سفرت فيها لندن وكان كنا بنلعب ماتش ضد تونس على ملعب اعتقد يعني على ملعب الزمالك كان الاستاذ بيتصلح وكان كابتن عبدالصالح حاضر الماتش وقال لي بعد الماتش انا شفتك كانت عملي كورة من وراء الديفنس وعملت سبرينت عليها جات لي الاصابة تاني الاصابة ايه بقى في العضلة الخوفية انا بطلت بالعضلة الضمة العضلة الضمة اه اه دي رزلة هي دي اللي رزلة وهي دي اللي ملهاش في تمرين واحد بس تقوية يعني الاستريتشات اه بس اه طب جايز الاصابة دي لما جات لك وده انا بقولها عن متى اللي لعبت كورة اه لاني مكنش بتهتم بفترات الاعداد لو انت مكنت مهتم بفترات الاعداد كان ممكن لا انا لعبي اه يعني فيه انفعال شوية اه يعني وحب كبير جدا لكورة ان انا ببقى منفاعل اوي وعايز استحوذ عليها اه فانا اه اول مرة جات لي العضلة الضمة كان في الدوري اه ماتش الاهل وضمياط وكورة مشتركة مع سامير زاهر الله يرحمه الله يرحمه ان انا اه فردت رجلي اليمين اكتر من اللازم اه كورة مشتركة وعايز اخدها فرجلي الشمال سابتة والعضلة سابتة فتحت ففتحت طقت وعملت ما يلي علاجها علاجها دلوقت